خمسة جويلة النهائي كأس الجمهورية يوم الجمعة شبابنا ليراهم يطلعوا للملعب يوم خمسة جويلة للنهائي نقول لهم شيء واحد نقول لهم يوم الجمعة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة يوم الجمعة يوم للعبادة بامتياز إياك ثم إياك ثم إياك وحدة أن تقضي هذا اليوم في معصية الله كي الناس نهار الجمعة الحمد لله يغتاسل ويأتي المسجد يصلي يغتاسل ويأتي المسجد يقرأ قرآن كي الناس نهار الجمعة على عشرات صباح قبل الجمعة يطلع للملعب في يوم عظيم من أيام الله الناس تسبوا الدين فهذاك نهار تسبوا الله تكيفوا المخديرات فأنا نقول لهذه الناس إنك على خطر عظيم كأنك أنت حتى ليس بلسان حالك لكن بلسان فعلك شوك تحارب الله عز وجل يعني هذا النهار اللي هو خير أيام الله أنا راني في بؤرة عاصية بلك ربي ذاك الوقت يكتب لك شقاء أبديا لا تفلح بعده أبدا أضعف الإيمان أضعف الإيمان طلعش طلعت صلي الجمعة تعد في بيت الله صلي الجمعة تعد في المسجد بالك تفرط في المسجد يوم الجمعة من أجل هذه المباراة والله تعالى واسمعوا الشيقه ربي سبحانه عن اليوم هذا كنهار يوم الجمعة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع البيع قال نخليوه فما بالكم ما كان من أجل الجمعة نترك البيع من أجل الجمعة فما بالكم ما كان يسبوا فيه الدين يسبوا فيه الله منكارات كلنا يعرفها علش من أجل مباراة في كورة القادمة أطلعت أقل قال صلي في بيت الله وما تجيب نجلة فتوات عام نصلي الجمعة في سنجوية كأن الناس بدأوا يتكلمون الجمعة تقاموا في المساجد الجمعة تقاموا في المساجد ثم عندي نداء تاني نداء تاني للسلوطات الجزائرية أنا نقول لهم نحن شعب مسلم وبلد مسلم شعب مسلم وبلد مسلم مثل هذه المقابلات ومباراية ما تنظموهاش يوم الجمعة لأنه أعظم أيام لهذا اليوم إرهاب السبت أضعف الإيمان أضعف الإيمان نظمتها يوم الجمعة ما تفتحش الأبواب قبل يوم وصلت الجمعة الناس تصلي الجمعة ما تفتحوا الأبواب ما تفتحوا الأبواب أبواب تفتح على العشرة صباحا نداء المشجين ونداء للسلوطات الحمد لله فيهم ناس خير يفهمون هذا الخطاب نحن شعب المسلم وبلد مسلم نحن شعب المسلم شكرا